إنجاز تقني أخر من جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي وهو Mixture of Depthes أو M.O.D. هذه التقنية حتخلي نمزج الذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر كفاءة تسريع أداء دون التأثير على الجودة وبالتالي تقليل تكلفة يلا بينا النهاردة نتكلم عن هذه التقنية معكم مروة سليمان على قناة InfoTech4U وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد ويلا بينا نتكلم عن الميكسشر of Depthes من جوجل متابعي قناة InfoTech4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدر نقول إن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي وخاصة النماذج اللغوية بتعالج كل كلمة في النص بنفس الطريقة بغض النظر عن مدى أهميتها وده معناه إن نموذج بيستهلك وقت وطاقة في معالجة كلمات مش مهمة زي واو والألف واللام بنفس الطريقة اللي بيعالج بها كلمات المفتحية الأساسية في الجملة وده بيخلي إن فيه استهلاك كبير جدا للطاقة الحسابية غير ضروري فبالتالي النموذج حيكون أبطأ وأكثر تكلفة في التشغيل وهنا ييجي دور التقنية الجديدة اللي أنجزتها أو أعلنت عنها شركة جوجل وهي Mixture of Depthes أو MOD التقنية دي ببساطة بتخلي الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءا في استخدام الموارد بتاعته فبدل ما يعالج كل كلمة بيسمح للنموذج باتخاذ قرارات ذكية بشأن أي كلمات تحتاج إلى معالجة عميقة وأي من هذه الكلمات ممكن نتجاوزه يعني منطقها البساطة نقدر نقول إن كل كلمة في النص النموذج حيقرر إزاي يعالجها هل حيعالجها بشكل كامل أو ممكن هو يتخطيها بشكل جزئي وفقا لمستوى أهمية الكلمة في الجملة حيكون عندنا فيه مصارين المصار العميق الكلمات المهمة اللي بتحصل بيها على تحليل كامل عبر طبقات النموذج وفيه المصار الخفيف الكلمات الأقل أهمية اللي ممكن نمر عليها كده دون حسابات إضافية بالطريقة دي عدد العمليات الحسابية حتقل مع الحفاظ على جودة النتائج نقدر نقول إن الفوائد الرئيسية لتقنية الـ MOZ أو الماكسشر أوف ديبسز إنه هو بيقلل بشكل كبير من العمليات الحسابية وبالتالي توفير الطاقة الحسوبية والنمازج حتكون أسرع وأرخص في التشغيل أيضا التركيز على الكلمات المهمة فقط بيخلي النموذج بيديك إجابات أسرع للمستخدم وبالتالي تسريع الأداء النموذج مش هيحتاج لحسابات معقدة لكل كلمة وبالتالي نقدر نشغاله على أجهزة أصغر أو تكلفة أقل وهنا هيقل للتكلفة أيضا بفضل التركيز على البيانات المهمة ممكن النماذج تكون أكثر ذكاءا دون الحاجة إلى مزيد من الطاقة وبالتالي تحسين جودة التعلم نجل مش هتوقف فقط عند استخدام هذه التقنية الـ MOZ ولكنها هتدمج الـ MOZ مع الـ MOE والـ MOE هو المكسشر أوف إكسبرس أو الخليط الخاص بالخبراء هنا النموذج مش هيقرر أي الكلمات اللي هتحتاج معاملة كاملة أو هتحتاج معالجة جزئية ولكن أيضا أي جزء من النموذج هو الأنسب لمعالجتها فكر كده في الموضوع النموذج الذكاء الاصطناعي هيستخدم الـ MOZ عشان يحدد مستوى العمق المطلوب أي كلمة ممكن يتعامل معاها بشكل كلي أو أي كلمة تانية ممكن يتخطها تاني حاجة الـ MOE هيوجه الكلمة لخبير معين داخل النموذج لمعالجتها الدمج ده هيؤدي طبعا لتحسين هائل في سرعة المعالجة حيث يتم توزيع الحمل الحسابي بطريقة أكثر ذكاء على النموذج لو لسه شايف الموضوع صحب تعال نشوف أمثلة من الحياة الواقعية عشان نقدر نوصل للمعلومة بشكل أفضل وأبسط لما بتيجي تقرى كتاب مش بتحتاج تقرى كل كلمة بدقة متنهية يعني بدل ما تركز مع كل كلمة وكل سطر ممكن تركز فقط مع الفقرات المهمة وتتخطى الأجزاء غير الضرورية هي دي نفس الفكرة أيضا أنا بكلمك عنها مثال تاني لو في عدد كبير جدا من المرضى موجودين في المستشفى ممكن يتم فحص للمرضى لتحديد مدى خطورة حالتهم ولو كان في عدد قليل من الدكاترة على سبيل المثال أو الأطباء فبالتالي المرضى اللي حيحتاجوا تدخل فوري وسريع هما اللي حيبتدوا بيهم وبعد كده المرضى اللي محتاجين معالجة بسيطة ممكن نيجو في المقام الثاني عشان المرضى اللي حيتم تحولهم في الأول حالتهم أكثر خطورة نيجو أيضا لمثال آخر عندك شركة فيها أقسام كتيرة الشركة دي لما بتواجه مشكلة معينة مش بتحتاج كل الموظفين يشتركوا في حل المشكلة بدل من كده الشركة بتبتدي إنها أو المختص يبتدي إنه هو يوجه المشكلة للخبير داخل الشركة عشان يحل المشكلة ده منتهى البساطة تشبيه وأمثلة من الحياة الواقعية لفهم الامو دي مع الامو اي والدمج اللي اتنين مع بعض ممكن يعمل ايه طبعا الموضوع خطوة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي وحيخلي النمازج أكثر كفاءة وأقل استهلاك للطاقة وبالنسبة إن احنا كمستخدمين أرخص وأسرع وأكثر ذقة أتمنى تكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم أتمنى تكون معلومة النهاردة فادتكم أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقول لكم في نهاية كل فيديو بذن نساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متستاشي لايك وشير وكممنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته